تقلم الشيخ الثالث هو أحمد اسمه أحمد اسمه أحمد أحمد محمد حامد الحسني الشنقيد ينقب بالدو أحمد دو يقولون أحمد دو الآن هنا نعم لكن مشهور بهذا أحمد دو نعم هذا هو الشيخ الثالث فلما وصل أول من أخبرني بوصوله وصل من مرة ثانية نعم بعد مجره جاء وصل قبل وفاة الشيخ المختار قبله بسنة أو سنتين أو سنة تقريب الحاكم لكن توفي الشيخ المختار وقد وصل هذا أحمد نعم فولد الشيخ المختار أول من أخبرني بوصول أحمد فقالي الوالد توفي وقد وصل الشيخ من هناك والله أرى أو يستخدم أن تأخذ منه هذا الذي يكلمك مين شيخنا؟ محمد ولد الشيخ المختار نعم شيخ محمد بن محمد أيها قال لي هذا نعم على كل هال أخبرني بأول هكذا من باب الخبر نعم وبعد ذلك ذهبت لي وقال لي وتعرفت عليه وقلت لو سأقرأ عليه فرحب بي وكذا ما يعرف من أول على كل هال رحب بي فقالت تعب فقال ماذا تريد تقرأ؟ هكذا قال فقلت أقرأ ما تيسر من العلوم عليك قال في أي فان تبدأ؟ قلت ماذا ترى أنت؟ صلح الله نعم فقال لي أنت هل لك معرفة بمذهب مارك؟ قلت نعم بل هو لعله قبل هذا إن لم أخطي أخبر عني أيها ولعل هذا هو الصحي أخبر عني نعم فعرف نعم رأيت لأنني كنت أقرأ المختار مختصر خليل وتوفي نعم 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 فقال لي بما يدل على هذا قال لي إذا لأقرأ في الثقر وأنت كنت تقرأ مختصر خليل على المختار هكذا قال لي نعم رأيتم؟ نعم فسبق علمه بحالي قبل أن أدرس أبدأ عليه نعم فقلت إذا نبدأ بهذا نعم نعم فلما ذهبت لي لأبدأ عليه لأقرأ عليه قال لي كيف تريد أن أشرح لك فما فهمت القصده وقلت كيف أنت الأمر لي قال لا أنت كنت أنت قلت أو أنت قرأت سابقا المختار نعم فقلت لا حتى الآن ما أفهم ماذا تريد من هذا من هذا الكلام قال لي هل تريد أن أقلل أو أن تقلل النص الذي تقرأ عليه الذي تقرأ عليه وأكثر الشرح أو تكثر النص وأقلل الشرح فقلت أن تقلل هذا يجب أن تقلل ماذا تريد أن تقلل كأنه أساطير لا إله إلا الله فقد أمر إليك على كل حال هذا خلاص سأشرح كما يناسبك في البدء يشرح فالاختصار في النص مع الإكثار في الشرح صرف هذا الطريق فكان يستطرق يعني براحته نعم فكان يستطرق استطرادا يخرج يعني بعدما يشرح مراد خليل من النص الذي قرأته يزيد زيادات لها علاقة بهذا النص المشروع في الفقه وقد يتطرق العقيدة نعم وهذا الإشكال هذا الإشكال لكن الحمد لله هذا الإشكال وأقول الحمد لله نفعدي لأن كنت أم بريده وأناقشه سبحان الله ويقبل ويقبل والشيخ هذا أقول الحمد لله كان يقبل بني وكان هو ما يقبل من أحد حتى يعلم المستمع شخص حتى كان يقول كان هو على معتقد الأشاعر نعم نعم ولأني أنا لا ما بدأت لازمه ما فاتحت يوما في مسألة عقيدة عقيدة اتباع نعم يعني تأتي عالضة أيها تأتي عالضة فأملي له نعم فهذا أعرف مني وأعرف أدي صدقي في الطلب عليه فكان يخضى والله أخيرا خضى حتى ولذلك إذا كائد السطر لو جاء بأمور في العقيدة في الشيخ لي فأنبري له فيقبل أو يسكت أو يسكت أقل يسكت رأيت ولذلك بالمناسبة لا أطلب عليكم الكلام في شرح خليل لما وصل إلى لو وصلت إلى قول خليل وأعاد بوقت فيك حروري هذا النص مختصر عند شرحه لهذا العبارة من خليل ضيّن المراد من خليل وهو صحيح أي أعاد المصلي وراء إمام حروري المعتقد وهو لا أدري عند الدخول وراءه لصلي ففي المذهب بعد انتهاء الصلاة إذا عرف أن هذا حروري أمام هذا حروري وكان في الوقت بقيه أعادت تلك الصلاة في الوقت وإذا خرج من الوقت فلا إعادة عليه من استحبابا هذا هو هذا هو مالك كما شرح فهو سبحان الله رحم الله الشيء الله ترحمه الله رحمه الله بعد ما شرح وبيّن هذا هو كذلك فإذا به يقول وَأَدَخَلَتِ الْكَافُ أي الكافي قول قليل وأعاد الوقت فيك حروري فالكاف بمعنى مثل أيها أيها فأنا قلت فأنا قلت فأنا لما قال لي هذا هذا كلام لك الله أعلم رد عليك كأنه يرد عليك الشيخ أنا أرى كل هذا وأنا رددت عليه فأنا قلت له لما قال هذا قلت له ماذا تقول في هديث الجارية مباشرة حكي نعم فقال لي لا دليل في هديث الجارية على أن الله في جهة أي في السماء ما يقول هو السماء ما يقول هو جهة يأتي بلاتفا مجمل أيها سبحان الله لكن من أرى فالأصول الصحيحة للعقيدة الصحيحة للسنية هذه الخزابلات تتلهشة أمامك ما يكون فيه ليس بشيء رأي فأنا كلما قلت له هكذا ماذا تقول في هديث الجارية كان لا دليل فيه فقال لي تعالى بشري زروق على رسالة ها فأتيت بشري زروق على رسالة في البداية هو في أول الكتاب شر فتح الصفحة وكان حافظ لهذه الأشياء كلها سبحان الله أرجو بأشيخ في الحب نعم نعم ففتح الصفحة التي فيها الكلام لزروق فقال هذه المسألة فإذا بزروق يقول كما قال الشيخ لا دليل فيه على أن الله في جهة نعم 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 فقلت سبحان الله هكذا قال نعم قلت هذا إذن هذا فيه طعن في الرسول نعم 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 قال قال أي يطعن في الرسول فأنا قلت نعم هذا الأثر أو هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقره أقر الجارية على أن الله في السماء أنا قلت في السماء لا نقول مثل ما تقوله أيوة نعم هو قال في السماء أقره الرسول على أن أقرها الرسول على إثبات السماع السماع لله أنا حكذا قلت به نعم فقال فسكت فقلت إذا من لزفاتها الجارية أين الله قاله أنت قال لي الرسول نعم إذن فهل الرسول يقرها على جواب الفاسد وهو أن الله في السماء ويسكت عليه وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز نعم فيسكت الرسول عنه مع أن الحاجة النازلة الآن أن يبين لها ما هو السماء السماء أو هل قون في السماء صحيح أو ليسي بصحيح هذا البيان واجب فإذا سكت فسكت فالسقود يدل أنه صحي نعم نعم فسكت الشيخ نعم نعم فهذه المسألة أنه في شريط الخليد موجود في شريط كنت أسجل على الشريط موجود مع موجود معي موجود معي مع الشيخ لا معي شريط 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 هذا الكلام موجود فيه وكذلك غير هذه المسألة في العرض موجود شيخنا لم تكن تسجل لم تكن لديك مسجل أيام مدو وكذا لم تكن لديك لم تكن لديك مسجل نعم نعم كنت أسجل وكنت أكتب ووجود هذا موجود شريطا موجودة لديك أحبت تدك 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 كانت في ذلك الوقت الآن هناك تدك نعم كانت تدك تدك طلعا هذه المسألة لديك الإحمرار وخليب وطرة اللامية حسن بن زيني هذه كلها أخذت اسم الشيخ أولا سجلت صوت الشيخ بهذه الدروس في شرحه لهذه الدروس لي صحيح؟ حسنا طيب شيخ من المهي